مع اقتراب فصل الصيف وانطلاق موسم حصاد الحبوب بمناطق الانتاج تتجدد مخاوف الفلاحين من اندلاع حرائق قد تأتي على مساحات هامة من الغابات أو المحاصيل الفلاحية مما يزيد في معاناتهم رغم وجود جملة من القوانين الجزائية والتي تشدد العقوبة لمرتكب هذه الجرائم الفترة هذه خاصة مع طاعة جني صعبة الحبوب خاصة في المناطق الفلاحية كما وليت باجا يكون نسبة الحرائق هذه مرتفعة مقارنة ببقية السنة التأخر في مسح المسارك الفلاحية وحواش الطرقات بولاية باجا إلى جانب انتشار المصابات العشوائية اشكالية حقيقية حسب عدد منتج الحبوب في الجهة قد تزيد من تعميق الأزمة رغم كل المؤشرات الأولية لصابة متميزة بالنسبة للموسم الحالي كل بداية موسم حصاد ديما نبرج من أفريل ونبدو لجان محلية ونبدو النسق ونعمل البيستات تخدم بالتنصيق مع التجهيز ومع الفلاحة السنة بالنسبة للسنة ما فيما حتى تنصيق وما فيما حتى اجتماعات محلية تمت وهاك تشوفوا على المكان كيف يسير فهم حواش الطرقات كيف يسير معناها المسارك الفلاحي حواش الطرقات كاينة مع الناس وزارة تجهيز حقيقة كاينة مع الناس وما عندها تشوف في الحرق المرة تسمعها في ماطرها واللي هنا في المجيز مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجا أكدت العمل على تدارك جملة هذه الإخلالات والانتلاقي في مسيح حوالي 20 كم في الأيام القادمة استعدادا لانتلاق موسم حساد الحبوب بالجهة من دبيا قمنا باستشارة إن شاء الله نفعلها من قدوة لمسح زاد حوالي 20 كم من المسارك الفلاحية داخل المناطق الصقوية لنساهلوا خروج المنتوج هذه من ناحية من ناحية ثانية كما زاد قلنا المرة الأخرى فهم 14 مركز تجميع اليوم وواقعات المسادقة عليهم والبقية بعثناهم دي جالبارح للجنة الوطنية بين حماية المحاصيل من الحرائق وتهيئة مراكز تجميع الحبوب لقبول الإنتاج وتأمينه تتواصل الجهود لإنجاح عملية تجميع الصابع رغم عديد الإشكاليات التي رافقت بداية هذا الموسم الاستثنائي ترجمة نانسي قنقر